ها هو المشهد السياسي في العراق يقف أمام تطورات جديدة بعد سقالة نواب الصدر من البرلمان الحالي ولسيما بعد التلويح بخيار حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة في ظل تحذيرات متصاعدة لنواب وسياسيين من تأثيرات الأزمة السياسية المتواصلة على الملف الأمني عضو التيار الصدري حيدر الساعدي أكد أن أي مبادرة داخلية أو وساطة خارجية مرفوضة ما لم تحترم ما سماها للسحقاقات الانتخابية وتقر بأحقية التيار الصدري بتشكيل الحكومة الجديدة من جهته علق الإطار التنسيقي على استقالة نواب الصدر بالتأكيد على أنها لن تحل الأزمة بل ستزيد المشهد تعقيدا مشددا في الوقت نفسه على أن موقفه ثابت بتشكيل حكومة تحفظ حق المكون الشعي وهو الشرط الذي تلح عليه طهران عبر أدرعها في الإطار التنسيقي من أحزاب وميليشيات والقائم على تشكيل حكومة توافقية على غرار الحكومات السابقة القائمة على نهج المحاصصة داخل مؤسسات الدولة وفقا للأوزان الطائفية وليس الانتخابية مراقبون أكدوا أن المشهد السياسي تعقد كثيرا بعد عدم توصل القوى السياسية إلى حل أزمة تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الماضية مؤكدين أن فرص الاتفاق أصبحت معدومة وأن الحديث عن حل البرلمان والذهب إلى انتخابات لن يكون سهلا والأسيمن الإطار التنسيقي يضع شرطا لذلك وهو التعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يرى أحد أسباب تراجعه في الانتخابات الأخيرة وهو ما قد يدخل البلاد في أزمة مركبة وخطيرة جديدة إذن هو فشل حكومي متكرر يعكس الحال الذي لازم الحكومات المتعاقبة على العراق بعد الاحتلال في ظل فساد مالي وإداري وانهيار لجميع القطاعات في البلاد فضلا عن صراع حزبي وميليشيوي مستمر منذ عام 2003 وإلى الآن